يعتبر ملف محاربة تنظيم داعش الأجندة الرئيسية إن لم تكن الوحيدة المطروحة على طاولة اجتماعات مجلس الأمن القومي الأمريكي في الأونة الأخيرة وشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس باراك أوباما يرأس الخميس اجتماع المجلس في مقر وزارة الدفاع لمناقشة مساعي الولايات المتحدة لمحاربة التنظيم في جبهات مختلفة وفي هذا الإطار يقيم الاجتماع الضربات الجوية التي تنفذها القوات الأمريكية ضد تنظيم داعش في مدينة سيرتا استجابة لطلب الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة للمساعدة في ترد أعضاء التنظيم من المدينة الليبية بصورة نهائية كما يبحث الاجتماع جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة التي تشن قواتها غارات في سوريا والعراق بغية القضاء على تنظيم يهدد الأمن العالمي بعملياته الإرهابية الدامية الاجتماع هو الأحدث في سلسلة اجتماعات لمجلس الأمن القومي التي عقدت في الأشهر القليلة الماضية في البيت الأبيض ووزارات ووكالات رئيسية من بينها وكالة الاستخبارات المركزية ووزارتها الخارجية والدفاع ومنذ إنشائه في عام 1947 يعد مجلس الأمن القومي الهيئة الأساسية للرئيس للنظر في مسائل الأمن القومي والسياسة الخارجية